يوسف هذا الشبل من زكى الأسد ولا لا؟ نشوف منتخب مصر للشباب يوسف سيد عبد الحفيز يوسف برحب بك على شاشة قناة الناد الأهلي خليني أبرك لك على المجود الكبير اللي أنت بذلته على مدار الفترة الماضية يوسف التكلل طبعاً بالتصعيد مع الفريق الأول حلم كبير جداً أي لعب يرتدي قميص الناد الأهلي بيبقى حلمه الأول وحلمه الأساسي هو ارتداء قميص الفريق الأول وتمثيل الناد الأهلي أعتقد هي بداية الحلم يوسف اللي ابتدى يتحقق معك أهلاً بك فاروح طبعاً ده شرف كبير لي أن نطلع على قناة الناد الأهلي والله يبارك فيك فعلاً ده حلم لكل اللعب في قطاع النشئين ويعني يأخذ الخطوة دي من النشئين الفريق الأول وأيوا دي فكرة النشئين كلها أو يعني الهدف من النشئين نحن يساعد لعبة كويسة الفريق الأول يوسف يعني عايزة تخلي على مستر كولر كم معاكو ايه أول ما تساعدتوا النصايح اللي قال لكم اللعيبة الكبار في قط اللبس في النادي الأهلي أكيد لها دور كبير جداً معاكو قول لي أهم الكلمات وأهم الأمور اللي كلم فيها معاكم مستر كولر مستر كولر بصراحة من أول يوم يعني يعني يقلنا كل واحد فيكو يبقى عنده هدوء في الملعب أو ما يقلقش خالص وكل واحد يطلع حسن حاجة عنده يعني إحنا قاب نتشاف بس دي مش اختبارات يعني إحنا طلعين من النشئين الفريق نفس النادي يعني بس فهو حتى اللعيبة اللي فوق طبعاً كلهم بدون السكة بصراحة وضمونا على طول مين أبرز اللعبين بقى اللي بتتكلم معاكو دايماً النصايح مستمرة أنا شايف أفشي قاد معاكم وعظم الوقت كابتن عمر السلية كابتن رامي ربيعة حطونا في الأجواء وحطونا في الصورة يوسف طبعاً كلهم بكل اللعيبة الكباري عام الزات كابتن السلية كابتن رامي كابتن أفشة كابتن أكرم كابتن حسين كل دول بتكلموا عنها على طول يعني ومس سيبيننا بصراحة يوسف اسمك بيرتبط بواحد من أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ للنادي الأهلي وفي الرياضة المصرية قيمة كبيرة الكابتن سيد عبد الحفيز الأمر ده بيشيلك مسؤولية كبيرة جداً سواء داخل الملعب أو خارج الملعب طبيعي يعني بس الكرة يعني عبارة عن ضغطات جوة الملعب بره الملعب يعني طبيعي يتقل كذا وكذا بس يعني انت لك في الملعب انت خلعي بكرة لك في الملعب ردك دايماً هيبقى في الملعب بس وأي حد يعني بيتكلم بره لو شف الملعب أكيد يعني هيها هذا الكلام كابتن سيد أهم التعليمات أهم النصائح اللي دايماً بقولها لك كابتن سيد ما بيعديش مطش اللي ما بيجي يتفرج عليك بيعمل لك أكيد يعني محاضرة فيديو كده في البيت بيتكلم معك في التفاصيل ايه أهم الأمور اللي بيتكلم معك فيها؟ اللي هو كابتن سيد يعني دايماً بيقول لي لعب شخصيتي ومقلقش وقاط لي يعني محاضرات فنية عندي في البيت كتير بس لا أهو أبرز حاجة يعني بيحاول لي يوصلها لي دايماً بيعني شخصية في الملعب يوسف انت أحد لعاب المنتخب مصر للشباب ودي مسؤولية أخرى يعني شايف الفترة اللي جاية ازاي عندنا لسه مع الفريق الأول مشوار عندك منتخب الشباب أحلام كتير جداً يوسف تدت أنها تتحقق أكيد أنت تعامل مع الضغوط دي كلها سواء في مع النادي الأهلي مع المنتخب مصر ازاي؟ طبعاً هي السنة تندل بالذات يعني أو السن ده بالذات ده مهم جداً لعيب الكورة ده السن بقى اللي هو تصعيد الفريق الأول منتخبات فدي كلها يعني فترة لازم أركز فيها عشان أطلع أحسن حاجة عندي يعني بالذات في الفترة دي فترة المعسكر دي بقى بالتحديد تكلمني بقى على التفاصيل المعسكر بالنسبة لكم فرق أن هذا الكم وهذا العدد يكون معاك من اللعب الفريق 2005 و2003 أكيد مساهلين الأمور دي يعني بتبقى أفضل من أن نطلع لعب أو اتنين أعتقد هذا العدد مساهل عليكم أمور كتير جداً يوسف طبعاً يعني لما شوف برضو لعيب جنبي هنا زي ده بيقلل الضغط وغير كده إحنا كلنا عايزين حاجة واحدة من المعسكر ده إن إحنا ناخد ديت كتجربة ونتعلم أكتر حاجة ممكن إحنا مش مجمس مع الجهاز ده على طول فإحنا عايزين نتعلم منهم أكتر حاجة ممكن نقدر عليها مين عهد معاك في الغرفة يا يوسف عهد معايا فارس معايا في 2005 عبد الرحمن أنا عارف فارس والإفهات والأفاشات إيه أبرز الأمور اللي بتدور بينك وبين فارس بتتجمعه فينا يوسف يعني عشان عارف معتز وقف معايا معتز وإحنا بنسجل مركز معاك شوي لا العكس والله إحنا مركزين يعني الفترة دي هتلاقينا بالنم بدري زيادة عن العادي ويعني كل كلامنا هتبقى حاجة بنشجع بعض مثلا أو حاجات ليه علاقة بالملعب يعني مش حاجة مركزين يعني كابتن سعيد بيكلمك كل يوم بيقولك إيه وبينصحك بإيه وإيه الأمور اللي إحنا عايزين نقولها من خلال شاشة قناة الناد الأهلي ولا حاجة والله بيكلمني كل يوم أيوة بس كأب طبيعي يعني بيقول لي عملت إيه النهاردة إيه اللي التمرين كان عامل إزاي ويعني أمركز يعني في اللي جاي بس أما مش حاجة زيادة عن العادي يعني مش حد ضغط زيادة يوسف مرة من المرات بنسجل مع بعض قلت لي مسألة الأعلى حمدي فتحي يوسف مسألة الأعلى دلواتي هل حمدي فتحي هل يوسف مع التوظيف في الملعب دلواتي بيتلعب أكتر من مركز في الملعب نشوفك بتلعب كباكيمين بتلعب كمركز ستة أو مركز تمية أعتقد يوسف واحد من اللعب الجوكر في قطع النشاين في الندل بس هو فعلا لسه حمدي فتحي يعني برضو طبعا لعب كبير يعني بالنسبة لي وأنا دايما بيعجبني كابتن حمدي بس أنا برضو بيت يعني ساعات بيلعبوني على الخط شوية كباك فدي برضو يعني حطيت لي نظر تاني يعني الناس تاني جوه اللي بره جوه بره جوه كابتن هني بيعجبني أو كابتن محمد هني وبره منكم أرنل أمان يوسف أخيرا يوسف حابب تقولي الجماهيرة للنادي الأهلي اللي مستانية منكم كتير كلعيب القطاع النشاين في النادي الأهلي انت بتوصلوا رسالة مهمة جدا قطاع نشاين في النادي الأهلي اظهروا مهم جدا مع العب فريق الأول احنا كالقطاع النشايني احنا متربيون في النادي ده فأحنا يعني أيحد فينا أكيد مش هي مش هيب خلب بنقطة عرق يعني عشان الفريق أو عشان مسان يكسب الفريق فإن شاء الله هستنوا بنا حكوة شكرا يا يوسف ونتمنى لك التوفيق بإذن الله شكرا يا رب تعود الكلمة الاسمالية في الاستوديو